الخبر أولي عدنا عن أسو وليش صارت تبتشي فأسو يا حبايب نزلت على حسابه بالإنستجرام هذا السوري كانت بالبداية قاعدة تعلن أنه قاعدة تصور مقطع على اليوتيوب حيث يكون مقطع أسئلة ولكن فجأة يا حبايب بعد كم ساعة نزلت هذا السوري اللي غريب نوعا ما تشدت تبتشي بي وكاتب عليه باي في الغلب صاري تساءل شو سبب موكاماليتها وشو القصدها باي هل يعني النهاية فما در صراحة إن شاء الله ما يكونوا ساير بها أي شيء وكتبنا حبا بالكومنتات شو توقعكم اللي قاعدة تصير ويا السور ننتقل الحالي أنه لماذا تنزيل هذا السوري كانت يعلمي خلاله أنه بايش راح ينزل مقطع الساعة بالأربع وبهذا المقطع يا حبايب راح تكون فكرة عبارة عن مقلب بغيث مروان وفكرة المقلب يا حبايب إن هو ينشرق مغيث مروان ويخليكم متابعين يدقوا له ويزعجوا يعني وهذا السوري ستكون قد تقومي سور معالته شوفوها هل تعالوا أنت بينمالمين أنتي اللي شارع لكم لا أت숙اء أظهر أن تحرقوا في هيديو فيديو نتيوب مقلب بغيث خليكم بكرا جاءزيين الع pelaer 4 وال kabashasur بتوقيت الإمارات وطمع قصد من متابعين يارامار طبعًا يتهجمون ويتهمون النورمان إن هو قاعد يصرق الأفكار من يارامار في المرة في حبايب إنو يارق قبل الكاميوم تتقريباً نزلت هذا المقطع على قناتها وهو نفس فكرة المقلب التي تنشر أرقام صديقاتها وهو عبارة عن فكرة المقلبة التي تعمل من نورمار اليوم فما در صراحك تمنح بكم أن ترى الموضوع تقليد أو ترى عادي كل واحدة فكرة يعني فكرة من نهاية مخترعة هيجارة ينتظر حالياً القمر مارو واخيراً إعلانها عن سفرها فقمر رزاية هذا البوست الذي كانت كاتبئ به وين تتوقعون رايحة من قلب الحدث لأقصدها من المطار في غلما المتابعة طبعاً يتوقعون أنها ستسافر دبي وممكن طبعاً تلتق وياً نورمار وصير صور بيها هناك ما در صراحك تمنح بها بالكومنتات وين تتوقعون قمر مارو هي مسافرة لدبي أو الغير الدولة ننتقل حالياً السيدرة ودخولها للمستشفى فرزت هذا الستورتشات من داخل المستشفى وقال تقول إنه هي تأخذ بيه الدواء هذا الدواء طاني يا حبايب أنا اكتشفت عنها إن هو دلوق الدواء للمفاصل وهي تتأشر على الرجلة فيمكن رجلها مصابة أقول إن شاء الله سلامتها يا رب ما بها أي شيء ننتقل حالياً لمحمد جواني ونزل للغنية حزينة يمكن على بيسان اسماعيل فنزل هذه الأغنية يا حبايب نوعاً ما كانت أغنية حبه لكن من نفس الوقت أغنية حزينة فمتابعي صارت وقوا إنه هذي الأغنية يقصد بيها بيسان اسماعيل فما أدر الصراحة لكون يا حبايب بالنسبة للأشخاص اللي سمعوا هذه الأغنية يكتبونها بالكومنتات هل هو فعلاً كان يقصدها وبالنسبة للأشخاص اللي لم سمعوا الأغنية يا حبايب فرحتكم الأغنية بالوصف وبالتعليقات أتمنى من الكلين روح يدخل عليها يا حبايب بيشوف الأغنية لونيكوش خرافية صراحة كلكم روح يشوفوها وبصرا حبايب تمنى بالكومنتات شون ندروا قاعدكم لهذا الموضوع ننتقل حالياً محمد كريم وشون رد أنه حالياً ما عنده حبيبة اللي هي أميرة خسرها فرزة هذا الستوريت كان واحد من متابعيننا قاعد يسئلة وشون رد الفعلك حالياً الحياة بعد ما تركت أميرة فهو صار يريدون أنه حالياً رايح أكثر يعني مرتاح أكثر ومهما يهتم رحتكم من الستوريات شوفوها مائد مائد يعني ما شعوره كان يعني بعد يوماً أمسافر الحبيب تودتي ضال بدون حبيبة هادي هادي لحالي أحلالي ماذا هم تقول لا يوم ما والله تؤذرني لك والله هو المتابعين لحالي أحلال اي يعني هو بكل اللغة ماذا أنا حسيتها مقصودة فاكتبنا يا حباب تتوقع أنه محمد كريم فعلي هو مرتاح بعمل تركة أميرة أو هو قاعد يكابر ابن هو مضايق لك ميردي بين هذا الشي مادر صراحكم من طبقاتكم وبوصلوا لحباب نوصلات المقطع في الجنة المقطع بلايكات كويش حباب هاي بفترة قاعدة تعب فأتمنى تخضروا هذا التعب بزر للايك وبيس شعلكوا فهي زي ما خالد منك الخصاص مع السلامة